السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامج تصميماتنا وزي ما عودناكو كل مرة بنجيب تصميم زي الوراية ده ونبدأ نتكلم عنه بالتفصيل حتة حتة ده ريسيبشن في فيلا ريسيبشن ده عبارة عن 160 متر أو 120 ونبدأ نقول الطراز المعماري بتاعه عبارة طراز كلاسيكي في بعض الفرش الكلاسيكي ونبدأ نتكلم عن الأرضية كل ده رخام مستورد في تشابق جامد جدا بالخامات لأن الموتيفات المرسومة في الأرض المقطوع ووترجيت عبارة عن كذا خيمة في بعضيها فطبعا هتلاقيوا خامات زي البرشيا داينو هتلاقي المارون هتلاقوا الفانتازيا هتلاقوا الدارك براون في الخامات متشابكة طبعا كل الناس عارفة الخامات دي منها موتيفات فلازم بقى فيه فصوص منها كل فص عبارة عن دون عامل يزاي بس احنا بنوحد الماربل وبنبدأ نشتغل به عشان يطلع الموتيفات زي اللي انتو شايفينها في الأرض بالشكل ده لو جينا بصينا على الحيطان الحيطان كلها معمولة دهنات سموك في ناس بتسميها دهنات بيرل هي دي كلها معمولة سموك متنقرة بشكل معين وعشان تدل الإفكت ده وطبعا البنوهات اللي على الحيطان دي كلها رزن لازم اوالب بتاعته تكون اوالب جهسة ويكون عبارة عن اوالب فيها الحشوات بتاعتها تكون برزة عشان تطلع الإفكت اللي انتو شايفينه ده والمرايات المحطوطة وراء الفاير بلايس عبارة عن مرايات كلها أنتيكس متركبها بشكل معين وكلها متشنفرة من الأطراف ومتقطعة بالتقطيع بشكل معمول لي ديزاين ومتجمع على عالفة ام دي اف أما بالنسبة للفاير بلايس في ناس بتحب الفاير بلايس الرخام الخارلس دي في المكان ده كانت عبارة عن خشب ومعمولة بشكل سموك شوية ومتلاتينة بالشكل دوت ومتخربشة بالسلك عشان تطلع على شوية فينتج شوية ده اللي احنا عملناه في الفكرة دي عشان نقدر نوضحها لكم بسرعة نطلع بسرعة على السقف السقف عبارة عن شغل أعمال جبس بحب الجبس في السقف فوق ماي عشان بيبقى خفيف أخفى من الريزن أو الجرسي وسقف كله بلايس الألوان راحة للوف وايت للبيج للألوان اللي انتو كلكوا عارفينها اللي زي في التصميم اللي انتو شايفين الكسرين شوية بكورسيين الفيرنتشر الموجود فيرنتشر كلاسيكي اللونين الكورسيين دول عشان يعمل تساتكة كده في المكان فميل بري دوت عمله فيه ناس بتسميه فوشياء فيه ناس بتسميه بينك وبلاكات بقى بيج لايتنج موجود في كل حتة في مصر الكلاسيكي موجود مصر مليانة ناس محترفة في الفرش الكلاسيكي وفي الإضاءات الكلاسيكي لو في حاجة انا نسيتها تقدر تحطوها تحت الفيديو احاول يجاوبكو عليها في أقرب فرصة وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وبإذن الله نكمل بنفس الطريقة وكونوا مبسوطين من الطريقة دي ونشوفكو في حلقات جاية كتير بنفس الطريقة دي إن شاء الله على خير شكرا لكم باي باي